صورة عن الواقع العنف أضحى سيد الأحكام كتبتها في الثامن والعشرين من شهر فبراير الفين وثلاث وعشرين العنف أضحى سيد الأحكام يومياً نسمع عن قتل وإجرام نسمع عن بطش في بلد السلام عمليات قتل وأعمال انتقام مستوطنون يجرمون في الظلام حرقوا حوارة دون ردع ولجام قتيل وعشرات الجرحى يا حرام هذا نتيجة الاحتلال والظرلام يهوداً وعرباً لا زالوا في خصام يطلقون النار ويمارسون الاحتدام بلادنا في حرب أكثر من سبعين عام والقتل مسيطر دون قيد من طيلة الأعوام